موسيقى مية في المية بس دي وسيلة حماية لها مصرية برضو الأمانة في مصر شيء أساسي حتى وصاحب المحل بيعلن عن نفسه سواء كان محل أحزية أو محل تيكا وإيه الأمانة كمان في حساب ديئة المحمول 49 قرش وسمحني في القرش أما كبر المشاة فمش معمول المشاة دي حاجة إحنا بس اللي بنفهمها تمام زي ما هنفهم تخصص دكتور أشرف حتى فيروس كورونا ما اسلمش من خف الدم المصريين كلنا بنستعد الكوفيد 20 ولما بتدور على محل بتلاقي صاحبه مساهل عليك المسألة أيوة هو ده اللي بيقوله عليه أما الحاجة اللي بجد حاول ما تعملهاش في مصر إنك تشتري شكك أحسن نصيبك يكون من نصيب أحمد ياسر ويتعمل عليك حفلة أصحاب المحلات مش هيتأخروا عليك وهيعرفوك إنت تقدر تستلف ولأننا بنحب الخير ما سبناش حاجة إلا وعملنا لها مواقد رحمن ما هي سبيل وأخيرا واللاع سبيل ولما الدنيا بتشتي مش بنضيع الفرص أي فرصة نستعد أو بنعوم أي حاجة شغال برضو مثلاً السيداليات عندنا تخصص عنه حتى لو حابب تشحي موبايلك السيدالة دخلت في كل حاجة حتى في المحلات الكشري السيدالي على فكرة ده متخصص كشري من 37 سنة تخصص واضح إنه له بمهور كبير يعني ممكن تكون دكتور وبتدي دروس سواقة ولقى إن صاحب المحل زي أبوك برضو فهو بيقولك مفيش زفت سجاير خفة الدم عندنا بتتوظف في أي موقف حتى لو كانت لوحي الكهربة بايزة وبتكهرب وكمان كنتاكي بخلطته السرية ووصل للفول المصري عند المعلم سيد فولة مفيش كمامات مش مشكلة إحنا بنعرف نتصرف وبردو لو في كمامات فإحنا بنعرف نتعامل وليها كمان مكان على المنشر تمام زي اللي بيبيع السجادة كلها بـ 75 جنيه واخدين بالكم كلها مش مصها والنظام حلو برضو الرجالة مكان الستات والستات مكان الرجالة شغال المهم النظام بصوا بقى إحنا معندناش مستحيل حتى سواق القر وبيتصرف كل مشكلة ولها حلال زي الميكانيك اللي بيشتغل في عز الحر ده وبالنسبة الحر فدخول الشواطئ له تكوس خاصة جدا بس ما تيلوش جنيه واحد رسم خلق ملابس الفرط يا طارى بقى مين اللي بيقلع زي ما انتم شايفين إحنا الدكاترة عندنا بيتخصصوا في كل حاجة ويا السلام بقى لو اسم عيلتك يعقوب يبقى أكيد لك علاقة بإنجلترا أما لو عايز تنتحر فإحنا هنساعدك ونعلق لك لوحة إعلان عشان تختار الطريقة إحنا الشعب الوحيد اللي ممكن تلاقي عنده استشاري في طلقين الشهادة وكمان الدفن عندنا مفوش في صلف السعر أبدا وكمان إحنا الشعب الوحيد اللي هلاقي عنده كفيه خاص لشهود الزور والصبح وإحنا طريقنا للشغل طبيعي مش بناقدر نقوم بيع الفول وهو بيجر عربيته وعليها ما خطرتش على بالك يوم تفطر عندي لو محتاج يفطع علشان تعرف إن الكمبيوتر بيشتغل بالكهرباء يبقى أنت أكيد في مصر وأخيرا الواحد مننا بيعترف بالحقيقة وبشكل واضح وصريح لو تحط في موقف زي ده ما تنساش تشرب عصيرة عند أشهر عصير في مصر بس خط بالك الاسم مالوش أي علاقة باللي هتشربه وأخيرا البلاد عندنا بتتسمى حسب المواقف والحكايات أنا بقى هموت وعرف حكاية البلد دي إيه الأجمل في اللغة اللي بتجمعنا إن احنا بس بنفهمها وبنفهمها بسهولة أصارها دايما بيكون في دحكة أو بتسمى حلوة مهما كانت متعبنا والله بيتهيالي أكتر شعوب العالم في خفة الدم لازم يكون الشعب المصري الطيب المكافح الجميل واللي معدنه بيظهر في وقت الشدة بحبكم يا مصريين